ترجمة نانسي قنقر انت اللي سرقتها استغفى الله العظيم يا باشا استغفى الله العظيم احنا لا حرامية اعني ولا قطعين طرق ولا حاجة لمواجزة كل ما في الموضوع عندنا مجرد وسط انت عارفية فيها؟ بس اعرف اللي يعرف هات من الاخر يا حربي عيس كام عيبة يا باشا ترجل خيرك مغرقنا وعيب وانا ما قوضش اليد التي تمديتلي ابدا حربي قصرات من الاخر عيس كام انا شخصيا مش عايز اي حاجة ليه بس المعلمة انشراحي يعني لها يا قرشين كده واكيلهم عليها يا رشوان بايه رشوان بايه؟ انت ما تروح له تكلمه انا دخل ليه بالموال ده؟ يا عانتر بايه يا عانتر باي انا عارف ان ساعاتك ورشوان بايه شغالين مع بعض وصحان وانا اعني اشتغلت مع ساعاتك وساعاتك اكرمتني ااخر كرم ومساش يعني دقة المجدعة اللي عملتها معايا يوم ما استنيت عليها في فلوس الخردة لحد ما صرفها نام الرشوان ده انا ما عرفوش لمعاقصة واكيد شايت ومولع نار عشان يعني البضاعة اللي تسرقت منه والتريلا وكده وانا ما عاربش بروحت له هتصرف معايا ازاي وانا اصلي بابقى اخول ايديا قوي ووحش ساعات الزعل لكن ساعاتك يعني لو كلمت معايا واتفاقمت معايا ممكن تجيب لنا الفلوس بتاعت المعلمة انشراحها وساعتها العربية هتكون عندك في التو واللحظة مش ايها كانت جاية علي هنا برضه؟ ماذا كان؟ 23 ألف جنيه ونص ونص؟ ها ده مبلغ كبير مش صغير العربية باللي فيها يا باشا تساوي اكتر من كده بكتير بس احنا يعني مش طمعين في العربية فين دلو؟ في الحفظ الصونة يا باشا ساعاتك تجيب لنا الفلوس تلاقي العربية عندك في غمضة عيد بس الموضوع دي مش سهل محتاج شاتوك مفهوم يا باشا مفهوم طبعا ساعاتك يعني اسيبك كده تشاوي الرشوان بيه وتتكلمه مع بعض وهديك تليفون كده على اخر النهار وربنا يسهل إن شاء الله بالإذننا بقى كان عايزي الوضع الرازل ده باشا مفيد اتوصل بعزام به وجول جابيني بعد ساعة ونص عنده في الكبارية مفيدة 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 الصعفية اللي اسمها اماني جات سألت عليك انا مليتاكش قالت تخش تستنك عند المعلمة جوك ودي عايزي ايدي روك عارفلك يا أخوة ما تروح تشوفك ماضية بإذن الله قل له الله يا أخوة يا أخوة و قبل دي فين ذوقتي يالله غرفة الستين ده يا اله لابنى ما يرجعوا هو إلا بانه بنحارب بالذكت لا دي حكاية عديمة بسبب عحربي دخل السجن وشو في قاعد قدي ايه المساومة عليكم كنت فيه كنت باضي مصلحة كده معلمها وخلصت هتقلص على خير بإذن الله زين قال لي إنك سألت عنه كنت عايزاني في حاجة خير عايز اتكلم معاك شوية تتكلمي معايا في ايه لماغز يعني هسألك على كم حاجة كده اخلص مع المعلامة وفضلك طيب انا هستنى على القهوة لغتل ما تخلصي بالإذن معلمك هو الجدع دميلو على طول مكشر كده لا ما يغرقش تكشيرته منظره حربي ده طيب وجدع وضهر وسند راجل زي البرلانت ولا كيمو فنجان قوادي للدماء ايه كنت عايزة منك ايه عايزة الدردش نعم يا اخويا والله يا سيدي ده اللي قلته عايزة الدردش الله بقول لك يا حربي تيبوك بقى من الكلام الواقس ده وخدام في المفيد تتعرف بيت دونيا مش كده انت عايزة عنوان دونيا فيه يعني يا اخي اصلاحها ده جات مبارح ولا النهاردة الواجب برضو ان احنا نسأل عليها تسأل عليها ولا علمها يا حنين الله بالله يا عم حربي انت تبضل مسكرة على الوحدة ولا ايه فلاص يا عم زين قديك العنوان القاهو والمية ماية اللي بتقدل الدماغ ايه الحلاوة دي يا ارض حرسي معليك قر يا ده كيمو لم نفسك للم خلصت مع المعلمة تفدتلك طيب اتفضلي عودي لا هنا مش هينفر ايه رأيك لو رحنا مكان في وسط البلد حلوة حلوة اول حجر ده ومالة ومالة واستاذة معاك عربية لا مش مش كله احنا معانا عربية بس يعني محندقة كده بس تقدر غرض يلا يزينا وصلك معايا لا يا عم خلينا هنا خليك انتو على راحتكم يا عم احنا راحين وص البلد وانت مش ورق هناك وبعدين الانسة امانة مش غريبة يعني ولا انت عندك اعتراضة استاذة انا؟ لا خالص طيب يلا بينا هو انت تعرف حرب دي؟ اه جي مرة الكبارية كان بيسر على دنيا ايه 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 ويقول انه جاربها كان توسطنا عليها في شغلها انا بديه بس ده قد رزل بيعمل مشاكل وده متقيل كده ايه ده قد مصحصح مملح لح عارف ملح لح هو اللي هيجدر يوصلنا اللي احنا عايزينه انت متأكد من الجدعة ده؟ ما يجيب عليها ليه؟ ما يمكن تكون نصبايا وبيلعب عليك لعبة وهياخد الفلوس ويكد يكد؟ هههههه طب عارف حكاية التالي لدي ابنين ما حدش عارفة غير احنا الثلاثة ورجال ابنان طيب اه ما نجيبه و نقرره و نعرف اخره ايه؟ احنا مش عايزين نشاو شراه انت عارف البشا الكبير مبيحبش واجع الراس ام طب تفتك الغادة عارف اللجوة العربية؟ لا واخد عربية دي راهنة يعني لحد مرة شوان يرجع الفلوس للولية دي ما طلبش حاجة زادة يعني كده كده لازم تتأكد من الجدع ده قبل ما تاخد معا اي خطو انا هسأل عليه الدنيا اه بالمرة بقى يا ريت وانت بتسألها تعزيها عزيها في مين ابوها يا راجل يلا كلنا هموت على رأيك المهم المهم انت اتصلت برشوان وبلغته بحكاية حرب دي لا ايش هطافل بيه ده راجل ما اتغور ممكن يخربط لنا الدنيا كده ولا كده هنجاب له بالليل في العوامة ابقى اقول له لا انت نوع على ايه بالصبت انا وانت نكلم برشوان يكتب شيك بفلوس الولية دي حربة يجيب العربية ياخد الشيك وبكده الحكاية انت ايه ويه على يدنا احنا التنين وقتها الباشا يعرف من فين اللي بيخاف على مصالحه وبيخاف عليه ومن فين اللي ماشي الكابل وريد ديه تخبط في بعضيها ويوديهنا في ستين دهيه وفي دجيجة واحدة ماذا؟ انا ودينا انا ودينا هو ده البيت دور الثاني الشقال في الوجه يقول لك استنالي فيه لغاية بمرجع انا نصايا وانا سعبت كتير ويكون عاد ماذا؟ زين؟ إزا كان وعاية؟ زاكية زين؟ في ايه؟ حصل حاجة في الحتة ثاني ولا ايه؟ لا لا مفيش حاجة حصلت اه ااصلا لقيتكم يعني بيقلكوا يومين ما جيتوش الحتة من ساعة عم يرزق الله رحمه يعني قلت ايجا تطمن بس يعني تمام تمام طيب اتفضل يا زين واقف ليه اتفضل اتفضل مال دنيا فين؟ دنيا مرايح جوا شوية تحب بس احغالك؟ لا لا خليها ايه على راحتها خليها على راحتها ايه طب ادخل ادخل ماشي وانت ازايك كده وزاي الحتة ازاي ابويا وزاي مرة ابويا؟ ابوكي الحمد لله بخير بس طبعا يعني موضوع عم رزق ده قصر فيه شوية ومرة ابوكي وردو هعيشها يعني عملت ناكف فيه شوية وناكف فيها شوية اما بقى موضوع قال الحتة ده فنحمد ربنا مساعة ابا دائما غار من الحتة وهي زي الفل اللي فيش خناقة ما فيش قلق الحمد لله انو غرف داي ياه يقطعني ايه؟ مسي تسألك تشرب ايه يا زين؟ لا ما ملوش لزوم مش عايز اشرب حاجة لا ازاي يا زين انت اول مرة تجلنا هنا ولازم نضايفك ان انت اللي عايز كمان نغديك حنغديك قولي تشرب ايه؟ قهوة ولا شاي من بتاع الواد كيمو خلاص يبقى شاي بس مش من بتاع كيمو من غير سكر يعني كفاء ان انت اللي هتعمليه عنا يا زين عنا ازيك ايه يا خدمة اخرى؟ شكرا ايه بشكر نبدأ؟ اعط فضلي يا استاذة يلا بينا اه قولي بقى ايه حكايتك مع الجادة على اسمه ابو داي؟ حكاية ايه؟ صوتي كده يا كمان استاذة ولا اقرب شوه كمان؟ تا امامي يا حربي خليك على راحتك عش الحكاية اللي بسببها دخلت السجن؟ مين قالك الكلام ده؟ المعلومة عن شرائك قالتلي ان هو اللي كان السبب في دخلك السجن هو ايه اللي حصل بانك؟ عبدا لا يا استاذة ده حكاية يا خايبة عورت وفشه بارنغة زالة ايام زمانة وبسبب ودخلت السجن ومن يوميها بقى هو مصر صديق وايه كان السبب؟ واحدة ست؟ ايوه حلوة؟ اوي ويا طرى بقى بنت عمى رزق الله يا حمر؟ ولا بنت عمى موفاة؟ ايدها يا استاذة انت عارفة حتة كلها ولا ايه؟ شو قلت يا حربي؟ ها مين هي؟ دنيا ولا دعاة؟ لا دي ولا دي واحدة احلى منهم بكتير كنت بتحبها؟ جدا مين هي؟ ام اللي هرحمها انا قصف؟ لا قصف على ايه يا استاذة؟ ده شغلك يعني زى ما بتقوله هو ايه اللي حصل بالضبط يا حربي؟ انا ابويا مات وانا عندي ست سنين ام اللي هرحمها هي قد ربطني وعلمتني كان بتشغل بقى هات خضار في الحتة عشان نقدر نهيش يعني وكده وفي يوم الايام ابو ضايا رمى بلا عليها دمي فعر ما قددتش اشوف امي وهي بتتبهدل قدامي امي ماتت وانا بالسجن الله يا رحمه البقاء لله البقاء لله كالناسة اشوفها اوه طيب يا استاذة في حاجة تانية يعني عايزة تعرفيها ازاي بقى تعرفت على بركة وزين انا وبركة وزين كنا مع بعض في المدرسة الوات بركة مقدرش يكمل بعد اللي ابتده ايه كده من اصيرها وزين بقى قاعد يعافر شوية كده لغاية ما اخلص الاعداد ايه وبعد كده اشتغلوا الاتنين مع بعض في الم الخردة كانوا يسرحوا الام الخردة ويبقوها المعلمة انشراحها وانا يعني كنت بس عادة ودراسة اصبتها؟ لا استاذة انا خلصت السلامة العامة ودخلت كلية الحقوق كمان كلية الحقوق؟ كلية الحقوق كنت ماشي فيها كويس جدا وعالي العامة كان نفسي هطلع محام كبير ولا قاضي بس في سنة ثالثة بقى حصل اللي حصل طبعا يعني مقدد شاشة انت حكايتك غريبة او يا حربي ولا غريبة ولا حاجة او استاذة او دورت كويس في البلد هتلاقي حكايت كتير او زي حكايتك كده عرفها واستاذة كان فيه لعبة زمان بن العلو كده اسمها كيكا عالعالي ما عرفش يعني حضرتك تسمع عنها ولا لا كنا نجي ورا بعض واللي لاقي حتة عالية كده لما أغزها يقوم ايه ينطف وياها بساعتها محدش يقدر يقربلو او يمسو باي حاجة او انا بقى طول عمري بدول عالعالي ده ان لو صلو محدش يقدر يقربلي او يمسي بس اديل عبا يا حربي والدنيا بتاعتنا مفعش مكان للعب طبقى اوستاذة اتأخرت بقى معلش يعني عالوات زينا فلو اوصل حضرتك في اي مطرح كده في طريق يعني لسه فيه كنام بيننا ماشي يا اوستاذة يعني ان شاء الله نبقى نكمله بعدين يعني ماشي ماشي كباريه لا مش شغله معا في الكباريه انا مش شغله في مستشفى في وردية بالليل وبعدين انا عادة مع دونيا بس هنا عشان اهرب من مراته ابويا وقرفها بس مو من انت مش شغله مع دونيا في الكباريه مش شغله معاها يا زين انا مش هم انت مش مصدقني ليه علي فكرة اه لا مصدقك ادعاء في ايه انا بس بس ايه صراحة انا خايف عليك ادعاء لاجل كتل زحلق كده ولا كده في حتة وحشة خايف علي يا زين؟ طبعاً لازم أخاف عليك يا هني إيه وأنت مش متربية معايا ولا تحيطة واحدة برضو يا هني عبلا إيه أنت ما تعرفيش غلقتك عندي أداد وعاد ولا أنت يا زين ولا أنت كما تعرف غلقتك عندي أداد برشانة بالدهب مش دالة من الفترة رجالته تشاكله مع انشراح وحاربي وزين تردونه من المستودع؟ مظبوط يا فني طب وإيه اللي أم الشامي على المغربي؟ إيه اللي أدع بضايا الرشوان؟ أكيد بيتدبروا الحاجة سوا وأكيد الحاجة دي طبعاً هتبقى ضد انشراح وحاربي وزين لأنهم اللي هزقون في المنطقة مظبوط يا فني خلي الرجالة تكسفوا رقبتها لأيام اللي جاءة دي ما حدش ضمن إيه اللي ممكن يحصل هو حضرتك ماشي دلوقتي؟ آه يا سيدي أصلي مراتي بتجاهز لأيد ملادي ابني حمزة الأسبوع اللي جاي وأنا بقى مضطر روح أجيبه من المدرسة انت محتاجني في حاجة؟ لا ما استغناش يا فندم بس هو فيه إيه؟ بخصوص الموضوع اللي كلمت ساعدتك فيه با آآ آآ لا هو أنا الحقيقة لسه ما اتكلمتش معها انت عارف يعني البنات بيبقوا مش عايزين صربعة في المواضيع اللي زي دي مش كده ولا إيه؟ مظبوط يا فندم طيب لو حتكتني في حاجة بقى كلمني في البيت مع السلامة يا أكرم بيه مع السلامة تمين نفسك وتعالى يا أرجم اللي زي اركمي في بيت وفي الشغل هاستنك تكلامي حتى نكمل كلامي إن شاء الله استغالى مساء الله مرحبا ، مرحبا ، مجدد التمكيب ، مرحبا وقفت خش على أولتك يا حامس أمني فيك لسه وصل ودخلت على أولتك وما فيك مين اللي كان بيوصلك بالعربية لحد البيت؟ إيه دي أخ انت بترقبني ولا لي؟ أنا ما بهزرش مين اللي كان بيوصلك بالعربية؟ ده حربي حربي؟ وصلت بيك السفالة أنك تخلي حربي ووصلك لغاية البيت؟ انت ليه بتزعق دلوقتي؟ هو أنا عملت إيه خالب؟ إيه يا جماعة، هو في إيه بالضبط؟ الهانم كانت ركبة عربية مع واحد بلطاج اسمه حربي بيوصلك لغاية البيت؟ انت إزاي تسمحي لنفسك أنك تركبني عربية مع واحد غريب ما تعرفهوش؟ طب ما أنا كل يوم بركب مع سواء تاكس غريب؟ هو أنا أيه أنك تبع عرفه قبل مركب معاه؟ أوه، 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 بطل يا مدى بقى؟ خلاص بقولك إيه يا ماني؟ الكلام اللي بيقوله أخوك ده مظبوط؟ أيوه يا بابا، واحد وكنت بعمل معاه حوار للجرنال، وبعد ما خلصنا عرض يوصلني، إيه الغلط في كده؟ أنا لم صاحبه ولا مشي معايا أكرم خلاص يا أكرم، الموضوع ما يستهلش ما يستهلش؟ قلت خلاص يا أكرم عن إذنك ما تسعليش من أخوك يا ماني؟ يا بابا أكرم بيعملني كأنني عائلة صغيرة أنت هتفضلي بالنسبة له أخته الصغيرة اللي بيخاف عليها ويرعاها، أكرم بيحبك يا ماني؟ يا بابا والله أنا كمان بحبه قوي، بس الطريقة اللي بيعملني بها غلط وده جديد عليه يعني؟ المهمة وليه اليمين حاربة لها؟ ده واحد ساكن في المنطقة اللي حصلت فيها جريمة القتل بتاعت السايس بس اللي شفته يا بابا، إنسان شجايع عشاها، بطل حقيقي، هو الوحيد اللي تصدر للبلطاج اللي هناك واضح إنك معجبة باللي اسمه حاربة ده لأنه يستهل يا بابا، بس مش عارفة لي أكرم حطه في دماغه أكرم يا بنتي زابط شرطة، مهمته تنفيذ القانون، بس مشكلته إنه بينفذ نص القانون مش روح القانون مع الوقت هيعرف الفرق بين نص القانون وروح القانون أما بالنسبة لك أنت يا أمان يا بنتي فأنت صحفية الصحفي لازم يكون موضوعي في تقييمه للأمور وأنا واثق فيك يا أماني وأعرف إنك مش هتخلي مشاعرك تتحكم فيك وفي شغلك عندك حق يا بابا طيب يلا حبيبتي، يلا صالح أخوكي وجاهز لنا لقمة عشان أنا ميت من الجوع يلا حاضر عملا يا دنيا؟ الحمد لله يا حربي، الحمد لله أنا بس كنت أعزة أشكرك أنت وزين على الوقفة لو قفتها معي ومدفنة تشكرين على أي بس؟ وعم رزق دك أنا بوكي لوحدك، دك أنا بونا إحنا كمان وزي ما كان غالي عندك كان غالي عندنا بس نعمل إيه بقى؟ هي الدنيا جدا كلنا بنوصل بعض، وكل واحد وليوم وهي فترة واتعدي أبنت الناس أيها يا حربي صح أه والله، دي قطع الزادي عيني حاببتي ومغلباني معاي هل عايزة تأكل هل عايزة تشرب لحد ما هتسقط من طول وليه بس كده يا دنيا؟ ما حدش بيوت ورا حد وعلى رأيي المثل، الحية بقى من الميت أيوه، قل له صدقت ولا يا حربي صدقت؟ اسمعي من ما عبدت وتعلمي إن شاء الله يا حربي إن شاء الله وإنت بقى دعاء، مش نوع ترجع الحدة؟ حرجع طبعا حرجع إن شاء الله بس مش هما تطمن يعني كده على دنيا ولا أنت عايز ناسبها في الظروف اللي هي فيها دي طب نستعزنا إحنا بقى ولو احتاجتوا أي حاجة بتصلوا بينا مع السلام يا حربي مع السلام يا دنيا أنا إن شاء الله كل يوم التاني كده بقى أشقر عليكم إن شاء الله، عاليسة أنا أرى يا حربي آه، كنت أنزي بقول لك يا دنيا، عايز رقم عن طر عايز الرقم في إيه؟ عايزه في مصلحة كده مصلحة؟ يعني هو ده اللي جابك دلوقتي يا حربي بقصى عليك يا دنيا، بتعرفيش غلوتك عندي؟ عارف يا حربي عارفة ربي نجيم المعروف، هات الموبايل وحط لك الرقم عني وفي حاجة ولا إيه؟ لا، ده تلاقي بي أخد رقم حد بحريفة وضحة زهر؟ نا؟ لو لها معز عندك ولا غلاوة خد بالت من نفسك بحضر يا دنيا يلا بنا زين سلام يا دنيا سلام يا دنيا سلام يا دنيا سلام يا دنيا مع السلام يا دنيا جدع قوي زين وحربي، حربي، حربي كمان جدع قوي لتنين رجالة بصراحة إسلاموا أم؟ علان يا بيت الحركات دي؟ بقولك يا بيت يا دواي انت حكايتك مع الوات زين؟ حكايت يا دوني يعني؟ شفاك كده مشغولة بي مهتمة بي قوي ده من ساعة ما جي وانت ورك 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 ما سكتيش وعد كون يا بيت بتحبيه؟ أنا؟ أمال أنا؟ بص يا دونيا أنا حقولك نفس الكلام اللي انت قلته وقولي لما سألتك انت بتحبي حربي ولا لأ؟ أنا اللي بيني وبين زين ده زي ما تقولي كده ود، عشرة منوحنا عين صغيرة يعني وأنا الصراحة كمان بستجدع لأنه وقف جنبي كتير قوي لكن حكاية الحب دي أنا مفكرتش فيها قبل كده يمكن لأن الدونيا شغلة كل واحد فينا بهمه واخد كل واحد مننا في طريق عارفها بيت يا دونيا يمكن كده لو رسيت على بر وعرفت طريقي فين ساعتها فكر اللي جوايا ده حب ولا حاجة تاني لكن دلوقتي صعب قوي فاهميك يا اختي فاهميك ردي كده على الموبايل شوفي مين ألو أيوا نقول لها مين انت عنطر بيه عايزك طب هاتي هاتي ألو ألو إزاك يا عانطر إيه الخبر اللي أنا اسمحته من عزام دي حقيقة أبوك توفى أيوا يا عانطر أيوا البقية في حياتك مش الدحالك متشكري قوي ربنا يخليك لي يا رب أنا كان نفسي جيلك بنافسي يا عزيكي لكن انت عارف الشغل الشغل ما بيرحمش كان نفسي بنجنبك يا جوافة قلبي عارف عارف يا عانطر ربنا ما يحرمنيش منك أبتا قول إيه لي انت عاملة إيه؟ مش محتاج حدا؟ قطر خيرك لا الحمد لله بقولك إيه يا دنيا كان في حاجة يعني كده عايز سلك عليها ممكن أنا تحت أمرك يا بيبي خير الجدع الجريبي كده اللي بتقول عليه الجريبي كده يعني اللي اسوه حربي حربي؟ ماله؟ يعني كنت عايزة شغاله معايا كده في شغلانة وكنت بس عد يعني هو الجدع وراجل وعتمد عليه لا ده حربي ده أقدع واحد شفته في حياتي ده أي شغلانة تدهاله هينفزه لك ولو على رقابته واضح أن انت بتعزيه جوي جوي ما هو عشان جدع وشاهد وعشرة عمري بصراحة يا بيبي يا جديل واحد اتطمن قليلي يا دنيا هنشوفك إمتى يعني وهو كم يوم كده وانزل الشغل ونتقابل إن شاء الله شد حيالك وربنا يجعلها آخر لحزان متشكل ربنا يخليك لي يا أخوي سليم موسيقى الوقت حربي طلع سليمة باشا طلع سليم يا مفيد طلع سليم يبقى لفت لفت ووقعت في حجرنا باشا إيه 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 اللي لفت لفت بتقصد إيه قصد الخير اللي بتعمله حيقود لك يا باشا علشان كده اللي حصل ده لازم يوصل لعدل بيه علشان يعرف إنه لسومعتك الطيبة وحب الناس ليك ما خلتش البضاعة رجعت وجه زمان الدنيا دلوقتي بازرميت وكده يا مفيد يبقى يسبت أبود عالي عند الباشا الكبير موسيقى عدل بيه عدل بيه مبروك عرفنا بكان العربية يا رب سبحنا وربحنا وبين عبادك ما تفضحنا عم كيمو عم كيمو عايزي يوم من ناس مستنينك برا عن ناسي ناس مين يوم أولي ما أولاكش أهلاً يا كيمو يا دور ومسبعة الفل فيه امشي معانا من سوكات مش عايزين شوشرة امشي معاكم فينا يا جدعان يا كوتش واحد اللي ها امشي بطى اللاماضة هنكس يا بمشي يا ببين يا عاش تالي تخالي يا كيمو أنت وحشتني أقولك على سر يا كيمو محدش يعرفه لأنا ولا أنت خير أنا مستعبالي ضاع يا كيمو لكن معليش يصير الحقيقة لا وترجع ريمة لعادتها القديمة كيف أسمع كيمو اللي يقفوا صادي بيصحي الشيطان اللي جواي اللي بيبقى معايا ويساعدني بينيموا ننة انت إيه؟ ننة ننة ها؟ ننة تمام اسمعني يا أدكو عايز عايزك كده تشحشح ودانك وتفتح موخك الكلام اللي أقوله لك ده تنفزه بالحرف الواحد هاي القوي الحرف اللي حصل ده فاضل نكلم عن طربيه ونعرف رده ما لا اتفقت معادي أنا هكلمه على آخر النهار طب مستنى إيه ما تجلمت سلام نكلمه مستنى مفيد أكيد هو ألوف حربي مع ساعدتك عن طرباشة أهل لن يا حربي بقولك يا ترى فيها أخبار حلوة ولا؟ لا أخبار حلوة إن شاء الله ها تقدر يبي العربية إمتن فلوس المعلمة جاهزة جاهزة ومعاي يبقى على البركة الليلة على نص الليل هجيبلك العربية باللي فيها لحد المكازن عندك أسلمك وأستلم على طول وأنا مستنىك عن طربيه مافيش من غدر أبي يا حربي أنا ديتك كلمة رجالة ماشا باشا وأنت كلمتك عندي بالدنيا واللي فيها على نص الليل نتقابل إن شاء الله وأنا مستنىك يا أخوي مع السلامة مع السلامة يا حربي كده ساعدتك طلقة البريمو اللي جاب له الليل عزام وصراشوام في العوامة ونقول لهم الأكبار الحلوة دي هاي حكاة كده ماشا زي ما إحنا نتخطط الله بالزبط أيوة بس اللي فاد ده كله كوم واللي جاي كوم تاني خالص أبو صلاح أنت مالي إيدك من اللي اسمه عن طرده حربي؟ أمان يا زين ما تيلاقش يا زين كل حاجة معمول حسابا مهم أنتو تتفضلوا دلوقت تروحوا تجيبوا بركة ما تنسوش تعدوا عليهم أنتو راحين المغزر رايحة فين يا هانم؟ عندي شغل عندك شغل ولا رايحة حتة تانية؟ لو عاوزت تأكد تعالى وصل مع السلامة أنت يا ماني بس ما تطخريش حاضري يا رب مهم الحصول للعصر قبل المغرب ما يتقل حمزة ادخل زيك الجو لا يا دي بجنتم يزاكروا لا ادخل زيك الجو يوم اسمع الكلام ايه أكرم مالك فيه ايه؟ همان ايه دي خلاص هتجننني أختك دي بنت راسيا وعقلة وما تخافش عليه انت اللي بقلك يومين عصبي قوي مهم تكلمتيها في موضوع رقوف تكلمتها قالتلك ايه؟ قالتلي هتفكر وترد علي يعني ايه تفكر؟ هيا دي حاجة محتاجة تفكير ما هو كمان مش معقولة ترد على طول كده شكلها كأنها مدلوقة عليه يعني أنا دلوقت يا رد على رقوف اقول له ايه؟ قل له يصبر شوية ويتطمن اسمع يا مونة انا ما بحبش اتدلع المرق ده انا حب احسم الامور بسعادة اقرن يا حبيبي طول بالك شوية عليه دي اختك الوحيدة وملهاش غيرك حاضر حاضر يا مونة حطول بالي لما شوف اخرتها ايه مع الستة اماني دي الو ايه يا اكرم بيه انا كيمو ايه كيمو ايه كيمو في جديد؟ ايه يا باشا المعلم ابا ضالع ظهر من تاني لا 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 اصبر بقى واحكي لي كل حاجة بالتفصيل ها نفس كل اللي يقولك عليه وقبل ما تبلغوا بقى اخبار حربي يوسين تبلغني انا الاول فاهم؟ او امرك باشا سلام سلام يا بتاع دعاء انت يا حنين خلاص يا عم في ايه انت هتسياحلي ولا ايه انت بحاجة شعر في قلوبك في الكلام فا بيالله تكرع الله ولا بركة ازاكم علمكم وصلتوا ليه؟ هنسلم العربية الليلة وفلوسك هترجعلك على دار ملي انا قلبي مش متطمد ما كانش فيه حل تاني؟ هو ده الحل الوحيد وإلا العربية بالبضاعة هيبقوا زي البيت الوقف وغي انك يبقوا زيد ما غازيت بس رشوان ده قلب ويسود وانا عرفه وبتعمل معامل زمان مش حيسكت حيرد ولا هيقدر يعمل حاجة بعد ما عرف انك عظم ناشفة وتقدر يتردروا لقلم قلمين انا مش خايفة على نفسي انا بتعمل معامل زمان وهرشا وهرشني انا خايفة عليك انت يا حربي ما تخطيش عليها معلمة عمري يشلقي بقى يعني تفتكر ياخد حاجته واخد فلوسي والموضوع يخلص ولا هنفتح ميد باب هو ده بالزبط اللي هيحصل ويا درما دخلك شر وبكرة تشوف احتياط يخد بالك من نفسك كويس اول يومين ده والانت والوات زين خدوا بالكم من غادر الرشوان الراجل ده تعبان عرصته والقبر ماشا معلمة بس ما تشيريش هم انتي بس حربي مجازين وانا كمان جاهز باللزنة معلمة حربي هو امورة معلمة اول ما تخلص المصلحة هكلمني عشان اتطمي العلمة اكلمك اكلمك دقيلة لانا هاجيلك بنفسي وهنصهر بصهر وصبحي ونعمل احلى قلمة هستنك اسمك ايه المكان الغريب ده يا حربي ده احسن مكان تخبي فيه اي حاجة مش عايز حد يعرف لقى طريقة اتكم عايار الجالة عاش يا بركة يا وحش هي دي بقى عربية الحديدة يا حربي هي يا أبو صلاح إيه رأيك دي بقى حاجة فخمة قوي طب أمان فين البضاعة بركة مخباب معرفته في حتة ولا الجن لزق يعرف لها طريق هاي مهم دلوقتي نراجع اللي اتفاقنا علي علشان مش عايزين ولا غلطة